سلام القدس لكم وعليكم أحبائي وعزائي في هذه الحلقة الجديدة وهي حلقة في سلسلة مستقلة في الحقيقة استجابة لرغبات العديد من الأصدقاء وطلباتهم بأن أخصص حلقة بشكل يومي أو بشكل متقطع إذا لم يتح يوميا تقدم بعض المفاهيم التي يمكن لفهمها أن يتيح المساعدة على التحليل وعلى قراءة الأحداث السياسية ووضعها في نصابها كنوع من الثقافة العامة وفي هذا السياق أنا سأبدأ من هذه الحلقة بتقديم بعض المقاطعة الحروف التي تساعد كل من يريد أن يمتلك أدوات فهم المعادلات السياسية في الحلقة سأختار عنوانا أتحدث عنه مثلا الخط البياني ماذا يعني الخط البياني وكيف يساعدنا في فهم الأحداث ولماذا هو محطة هامة ومفصلية في قراءة الأحداث واستيعابها هذا سيكون موضوع هذه الحلقة حلقة قادمة الجغرافية مش عم بيحكي عن الجغرافية السياسية بمفهومة المعقدة الجغرافية الموقع الجغرافي كيف يمكن أن يساعدنا فهم الجغرافية في فهم الصراعات وفهم الأدوار والأحجام والإمكانات والحظوظ السياسية لأنه مرات الجغرافية قابلة أن تكون نعمة وقابلة أن تكون نقمة أنه في دول بسبب جغرافيتها تصبح العين عليها لأنها جغرافية مهمة وهي لا تملك مقومات كافية لتتكون منها قوة عظمى فالقوة العظمى تتنافس تتنازع عليها لسبب ما تمثله في الجغرافية في موضوع الخط البياني اللي رح أحكي عنه اليوم ليش اخترت الخط البياني؟ لأنه دائماً نحن أسرى الحدث والحدث يبدو أنه منفصل عن ما سبقه وبالتالي بيصير الواحد مأخوذ بمتابعة الوقائع الحسية الملموسة بنت اللحظة وفي كثير من الأحيان تكون مخادعة يعني تجعلنا نصل إلى استنتاجات لها علاقة بما نراه في هذه اللحظة على سبيل المثال الآن القصف الإسرائيلي الدموي والهجوم على غزة ودبابات ومشات ومنتشرين بشمال القطاع وفيتين من ميلة الغرب ومن ميلة الشرق وقصف وتدمير وقتل بالآلاف هذا المشهد قد يعطي انطباعاً عاجلاً بأن إسرائيل في طور إعادة سياغة المنطقة وفق رؤيتها لماذا بدليل هذه الاندفاع العسكرية القوية البوارج الأمريكية والحاملات الطائرات الأمريكية أمريكا جاية على المنطقة أمريكا رئيسها حضر وزراءها رايحين جايين حاملات الطائرات في البحر المتوسط وحاملات طائرات أخرى في الخليج ومدمرات وكلام عالي السقوف أمريكا بتطلع تعيد سياغة العالم لذلك بعلم السياسي فيش اسمه الخط البياني هلأ مكتر بيعتمدوا لأنه أغلب الذين يتعاملون في مجال التحليل السياسي أو في قراءة الأحداث سواء كانوا في مواقع حكومية أو في مواقع حزبية أو في مواقع عامة يعني لهم دور في صناعة الرأي العام هم يخدمون سياسات معينة إما بسبب قناعات عميقة لديهم وإما بسبب وظيفة يعني أنهم جزء من ماكينات تطلقى أجراً لتروج وتسوق مفاهيم معينة ومرت بسبب مش القناعات الكره يعني أنه مش تحبه كذا فتجمله تكره كذا فتجمل عكسه يعني من موقع الكيدية والنكاية تحليل العلمي ما بيعترف بالعواطف يعني أنه أنت لا تقرى مظبوط حتى إذا عندك ترغيب لتحبيذ لفكرة معينة أو لطرف معين ما فيك تخدمها إذا ما أريد الوضع صح لأنه تقرى غلط بتستنتج غلط بتاخد خطوات غلط وبالتالي لازم تقرى صح وتعمل تشخيص صحيح وبعدين نقول أنه وفق هذا التشخيص هذه الخطوة التي يجب أن نقدم عليها أو التي يجب أن ننصح بالإقدام عليها لأنها تأتي في مكانها الصحيح وتنسجم مع الاتجاه الذي تقوله الوقائع وتقوله المعطيات فهم المعطيات فهم الحركة السياسية الاقتصادية العسكرية الاستراتيجية مستحيل بدون فهم الخط البياني شو يعني الخط البياني؟ يعني خلال مدى سنوات تتسع وتضيق حسب الحقب التي ترسمها الأحداث الكبرى المفصلية أنه منجي منقول في حدث مفصلي اسمه الحرب العالمية الثانية مناخده نقطة منجي منقول في حدث مفصلي اسمه انهيار الاتحاد السوفيتي 1999 مناخده نقطة ومناخد اللحظة الراهنة ومنقول شو بيقول الخط البياني مثلا للقوة الأمريكية؟ بيقول الخط البياني للقوة الأمريكية أنها كانت في تعاظم من الحرب العالمية الثانية إلى انهيار الاتحاد السوفيتي رغم لحظات التوازن السلبي والإيجابي يعني السلبي عند التصادم والإيجابي عند التفاهم بين أمريكا والاتحاد السوفيتي رغم هذه اللحظات من التوازن بقيت أمريكا هي القوة المقررة في الحياة الاقتصادية العالمية بحجم اقتصادها المتعاظم المتنامي لخط البياني صعوب من الحرب العالمية الثانية إلى 1990 يعني لانهيار الاتحاد السوفيتي الاقتصاد الأمريكي ينمو يكبر النفوذ الأمريكي في العالم ينمو يكبر تخسر أمريكا حروب لكنها نفوذها لا يتأثر بال1990 تعاظم هذا الصعوب مع انهيار الاتحاد السوفيتي وتسييد أمريكا على العالم بالتالي المحطة التي ندرسها من 1990 لليوم بدأت تجي تقولها الخط البياني شو رسم هذا الخط البياني بشكل كتير واقعي رسم تراجع حجم الاقتصاد الأمريكي من الاقتصاد العالمي من مرحلة كان يشكل فيها 40.42% إلى مرحلة يشكل فيها 17.18% هذا بسيط طيب معه الخط البياني للحروب الأمريكية هو خط بياني أيضا نازل من حروب تنتصر فيها مثل حرب الخليج التي دخلتها بمطلع التسعينات ومن ثم حروبها الأخرى حرب أفغانستان حرب العراق الهروب من حرب أوكرانيا الهروب من حرب سوريا رغم المجيء بالأساطيل يدل على أنها في وضعية النزول والتراجع طبعا التصريحات والحسابات والدراسات التي تعملها مراكز الأبحاث الأمريكية تؤكد هذا الاستنتاج أنا عم بحكي خط بياني في وقائع إذا مبني على الوقاع في النفوذ السياسي أمريكا التي كانت تمسك بدفة العالم كله بعد انهيار الاتحاد السوفيتي هي التي تصريق قرارات مجلس الأمن ويسير وراءها الروسي والصيني يعني رجعوا تذكروا نحن لحد الألفين وأربعة القرار 1559 مثلا الذي صدر في لبنان ضد سوريا وضد المقاومة سأف اللي قدروا عمله يعني روسيا والصين هو الامتناع التصويت على العقوبات اللي بحق إيران مثلا صدرت مجلس الأمن عم بحكي قبل الاتفاق النووي كمان 2004 و2005 كانت بموافقة روسية صينية وهكذا فإذا كانت أمريكا تصيغ العالم سياسيا لما قررت تعمل حرب على سوريا استطاعت أن تجمع 114 دولة تحت عنوان أصدقاء سوريا وبالتالي هذا الخط الصاعد لحد الـ 2010 فينا نقول بدأ بالانحدار بدأ بالانحدار اقتصاديا بدأت الصين تصبح من 2010 وطالع بأرقام متصاعدة تقتحم أمريكا تتراجع الغرب كله يتراجع معه بدأنا نشوف على الصعيد السياسي خصوصا مع محطة الفشل في الحرب على سوريا وتقدم روسيا إلى التموضع عسكريا في سوريا الانتصار على الجماعات المدعومة من أمريكا بدأنا نشوف تفكك في المشهد السياسي الأمريكي الدولي بلشنا نشوف مثلا تركيا التي كانت قاعدة ارتكاز في الحرب على سوريا تتموضع بعلاقات خاصة مع روسيا وعلاقات خاصة مع إيران منحازة خرجت من المضل الأمريكية لكن بنت لذاتها موقعا مختلفا موقعا فيه قدر من الاستقلالية فيه قدر من التمايز لا تلتزم بكل السياسات والتوجهات الأمريكية ثم رأينا تحولا موازيا وبقوة أكبر بعد حرب أوكرانيا على مستوى موقف تركيا ثم موقف السعودية التي بدأت برفض الاشتراك في العقوبات الغربية على روسيا ثم انتقلت إلى التشارك مع روسيا في رسم مشهد سوق النفط العالمي من خلال أوبيك بلاس ورفض الطلبات الأمريكية وصولا إلى الاتفاق السعودي الإيراني بالرعاية الصينية بدأنا نرى السعود الصيني المدخل الظاهر البارز القوي كان في القمم التي عقدت للصين في روسيا ومن ثم في السعودية عفوا ومن ثم في الرعاية الصينية للاتفاق السعودي الإيراني لهو أمر يعني إصابة بالغة للمكانة والمهابة التي تمثلها أمريكا في السياسة الدولية فإذن قراءة الخط البياني لأمريكا بدلنا أن أمريكا ما عادت أمريكا التي كانت مع انهيار الاتحاد السوفيتي من التسعين للألفين وثلاثة وعشرين لدينا أمريكا منزول نجي مناخد الصين من التسعين للألفين وثلاثة وعشرين نقرأ صعود صعود اقتصادي نبين بحجم أرقام الاقتصاد الصيني بحجم الشراكات التجارية أن الصين تحولت إلى شريك تجاري أول لكل دول العالم لأمريكا هي شريك أول لروسيا هي شريك أول لأوروبا هي شريك أول للخليج هي شريك أول للبلاد العربية مجتمعة هي شريك أول وهكذا طيب على الصعيد العسكري واضح أن الصين انتقلت من السلبية العسكرية أو من الدفاعية العسكرية لا يعلن رئيسها بأن ننشكل جيش عالمي ونحن معنيون بأن نحمي خطة أو خريطة الحزام والطريق اللي هي خطة عالمية للصين على المستوى السياسي مثل حي حسي أمامنا هو التفاهم الإيراني السعودي برعاية صينية ثم الإعلان الصيني عن الشراكة الاستراتيجية مع سوريا ردا على إعلان أمريكا عن خط بومباي الذي يمر بالسعودية ويصل إلى حيفا ومن ثم إلى أوروبا وبالتالي إذن في تصاعد ونموم في الدور الصيني الاقتصادي السياسي العسكري روسيا التي تعرضت لعقوبات استثنائية مع حرب أوكرانيا صمدت أمامها هلأ كلهم عم يحكوا أصلا بالغرب وبأمريكا بشكل خاص أن الاقتصاد الروسي تحسن والاقتصاد الأوروبي تراجع وأن العقوبات البنيت على قدم واحدة فرضية بتقول أن روسيا ستنهار بفعل العقوبات وعملتها سوف تنهار لأنه رح نحتربها من الاحتياطات ورح نعاقبها في المعاملات والمبادلات المصرفية الشركات ستطلع من روسيا تنهار العملة في روسيا ينهار الاقتصاد تنهار الشركات يسقط النظام تنكسر حلقة منهم أنه ما نهارت العملة فرطت كل النظرية واستطاعت روسيا أن تحتوي الأزمة الناتجة عن العقوبات وأن تحولها من تحدي إلى فرصة وأن تنتقل هي إلى محاصرة أوروبا في مواردها النفطية وموارد الغاز وتدخل أوروبا في أزمة طاقة ويبدأ اقتصادها بالانكماش والركود والتراجع بينما تمكنت روسيا من تعاونها مع الصين وتعاونها مع الهند والتبادلات بالعملات الوطنية التي أقامتها مع دول العالم أن تحافظ على نسبة نمو وعلى تقدم على الصعيد الاقتصادي فروسيا اقتصادياً روسيا عسكرياً روسيا سياسياً فإذا هذا مفهوم الخط البياني منيجي مناخد إيران مثلاً في الخط البياني منقول وين كانت إيران بالتسعين ووين هي اليوم بالبرنامج النووي وين هي بالصناعات العسكرية وين بالقدرة الاقتصادية وين بالنفوذ السياسي وين بالدور الإقليمي في المنطقة وين وبالتالي هي في خط صاعد فإذا هون ميزة الخط البياني أنه بيساعدنا على فهم أننا نحن مثلاً الآن على المستوى العالمي لما ما نجي نقرأ حرب غزة منقول أننا نقرأها في قلب هذه الخطوط البيانية خطوط بيانية تقول أنه في قوى صاعدة في قوى هابطة في قوى تتراجع مناخد إسرائيل مثلاً ومنقرأ الخط البياني لإسرائيل منقول إسرائيل بالاثنين وتمانين كانت بطور أوج الصعود الذي لم يعد لديها فرصة صعود من بعده فهزمت في 2000 وخرجت من لبنان ثم 2005 خرجت من غزة مرغمة ومقهورة ومهزومة ثم جاءت 2006 لتؤدب المقاومة في لبنان فهزمت ثم جاءت إلى غزة 2008 لتفعل الشيء نفسه فهزمت 2014 و2018 ثم 2021 المقامة هاجمت بسيف القدس وبالتالي في خط نازل خط هابط المقامة مناخد الخط الصاعد ومنقرأ كيف أن المقامة انتقلت من أن تكون مجرد حركات صغيرة ضعيفة ما عنده إمكانيات لا أحد يقيم لها حساباً وبدأت تتحول إلى قوى تحرر أرض ثم تخوض معارك توازن ردع ثم تفرض معادلات قواعد اشتباك ثم تنتقل إلى مرحلة أن تشكل قوى لا يمكن هزيمتها وبالتالي إذن قراءة الخط البياني بأي تحليل بأي مرحلة بدك تقرأ حدث معين فقط نصيحة حط قدامك بحث فوت على جوجل فتش على المعطيات من هي القوى الفاعلة المعنية بهذه الصورة عم تاخد أي حدث مثلاً وبدك تحللوا حرب أوكرانيا تجي بتقول مين اللاعبين الناتو أوكرانيا روسيا بشكل ما صين إيران كعناصر مساعدة لروسيا بتروح بتعمل قراءة للخطوط البيانية لأوضاع هذه القوى بيطلع معك أنه في خطوط بيانية صاعدة في خطوط بيانية هابطة فإذن تستطيع أن تقرأ الدائرة التي تدور فيها الحرب دائرة توازن دائرة غلبة هل هي تراكم في الخط البياني الصاعد لطرف من الأطراف في الخط البياني الهابط لطرف من الأطراف أم هي نقطة لقاء لتثبيت توازن بين من تنحدر خطوطه البيانية ومن تصعد خطوطه البيانية هاي يعني لمحة سريعة عن عنوان من العنوين التي نحتاجها في فهم الواقع السياسي في تحليل أي ظاهرة في محاولة قراءتها يعني مثلا هلأ أمريكا اللاتينية والله انتهت الانتخابات في كولومبيا لصالح القوى الاستقلالية المناوئة للسياسة الأمريكية تغرب روح على الخط البياني في أمريكا اللاتينية لا يبين معي أنه نحن أمام خط بياني يقول بتراجع الهيمنة الأمريكية وصعود القوى الاستقلالية فمبعود بقرة كولومبيا كحدث منفصل بصور بقرة كولومبيا بقلب ظاهرة تشمل أمريكا اللاتينية وهكذا في الكثير من الأحداث في العالم لا غنى عن معادلة يجب أن نتعلم إدارتها وخوض غمارها وأدواتها ومفاتيحها وهي كيف نقرأ الخطوط البيانية للقوى المؤثرة للمعادلات المؤثرة للصراعات المؤثرة وأحيانا كثيرا لأرقام إلى علاقة التطورات الاقتصادية وانتقالها من مرحلة إلى مرحلة وهكذا وبالتالي أنا أدعو يعني كل راغب بأن يكون فكرة أكثر واقعية ودقة ومنهجية عن أي ظاهرة من الظواهر وبالتالي لا يتعاطى مع العمل العام والعمل السياسي بصفته مجرد فضول معرفي أثناء أزمات معينة بل بصفته جزء من مكونات تقافته التي يسعى إلى أن تكون ممتلئة وأن تكون ناضجة وأن لا تكون مبنية على الرغبات أو المخاوف أنصح بأن يبدأ يطور مهاراته الخاصة في قراءة الخطوط البيانية التي ستشكل مخزونا يستطيع أن يستند إليه عندما تحدث أي تطورات في فهم المسارات التي يمكن أن تسلكها وفي استيعاب حقيقة الوقائع التي تجلبها الأحداث أمامه بدلا من أن يكون ضحية التأثر الإنفعالي باللحظة الراهنة التي في كثير من الأحيان تكون مضللة سلام القدس لكم وعليكم شكرا لكم